السلام عليك يا عجل الله يخلي أنا مش قادرة أقول لكم قد إيه علي مليان حب ومليان خير عشان كده الصوت صوته لما بيغني قبل ما يدخل الودن بيسمع في القلب الله يخلي حقيقي شوف بقى خلق إحنا تكلمنا عن بابا وماما عايزين نتكلم على ابنك بقى ممكن أحمد أحمد علي الحقار نفس الطريق بتاعك ولا خد طريق تاني لا خد طريق تاني بس هو حظه إنه اتعلم الغنى من أبويا وهو صغير لحق بابا يعني فاتعلم الشحات وأدوار وعندي ليه تسجيلات وهو عنده ست سنين برد وبيغني مع بابا نفس حياتك نفس ظروف حياتك نفس الحكاية فلحق لحق أبويا وبعدين شاف تجربتي ما تعلمش بشكل مباشر يعني عمري ما مسكته قلت له أحمد تعالى قول كذا مثلا لكنه شافت تجربة وتعلم منها وقرر إنه هو بعد ما يخلص معهد الموسيقى هنا إنه يسافر يكمل تعليم المزيكة برا فهو في جامعة بيركلي آخر سنة لي السنة دي آخر سنة في أمريكا ما خفتش عليه إنه هو رايح يتعلم فن في أمريكا لا خالص أحمد يعني تبقى مطمئن يعني يعرف ربنا وفي نفس الوقت آري ومثقف وراجل يعني يعني عارف أربع لغات ومنه هو هنا على فكرة منه هو طالب في سنة أولى هو عمل زي بالذات منه هو طالب في سنة أولى في المعهد هنا في معهد الموسيقى أنتج لنفسه آه آبوم بحاله شريت بحاله لس سا منزلتش الغ elephant آه من غير مساعدتك من غير مساعدتي إنني أديتهم للستوديو بتاعي سجل فيه و بتاقي دا إلا هو؟ بتاع استوديو بتاعه برضو هؤلاء للستوديو إنا عملو إلينا كلنا يعنى أه إنما ميخدش مني ولا جنيه يا أحمد أحمد علي الحجار تشرفنا كتير لأ يعني أربع مرات رقم أربعة ولا خمسة هو بيفضل الواحد يفتكر أنه بيحب لغاية ما يحب بجد وكل مرة بفتكر يعني أنه ده هو ده الحب وكل مرة أقول لنفسي أنه آه لأ أنا بحب لغاية من 14 سنة اكتشفت أنا ده الحب اللي بجد بقى اللي هو كنت راجل كبير وعائل واعتركت الحياة زي عم بيقولوا وفهمت فهمت الفرق بين ده وبين كل بينما أنت صغير ولما كبيرت بس أنا عارفة أن أنت عارفة عارفة على فكرة أعلي الحجار حب جنية صح؟ عايزة أنسى بقى الموضوع ده لا أحكي لك لا يعني ربنا عطرني في حد خلصني من الحكاية دي الحمد لله يعني طلعت لك إزاي؟ يعني أنا أنا شايف أنه أحسن أنه ننساها يعني الموضوع ليه أنت خايف؟ لا مش خايف بس يعني الحمد لله أنه دلوقتي أنا يعني مع ربنا بقى لي سنين طويلة وكده وخلص يعني مش عايزة أجيب سيرة الموضوع ده حاضر بلاش نقطة من أول سطح من أول سطح من أول سطح